يعني الموصل كما تعلم عرب كرد مسلمون ايزيدية مسيحيون خليط يعني متجانس لنقول نصفه بخليط متجانس هو فعلا متجانس يعني ومتعايشين مع بعضهم لعقود مئات السنين الى اي مدى الجانب السياسي لعب على هذا الوتر وتر التجانس الاثني والديني والطائفي ايضا هناك سنة وشيعة واثر تأثيرا سلبيا على اعادة عمار الموصل يعني حقيقة من الامور الاكيدة والسؤال الجوهري اللي تفضلت بينه انت وضعت ايدك على الحقيقة نحن نتكلم عن مجتمع اجتماعي يتميز باواصل الاجتماعية القوية بتجانسه حتى بعملية انصهاره يعني هناك تناسب ما بين العوائل هناك تصاهر ما بين العوائل هناك اعمال تجارية هناك اعمال اقتصادية هناك لقاءات اجتماعية متواسكة لعبت جميع جمعت جميع لعبت الولايات المتحدة الامريكية عند احتلال العراق لعب النفوذ والهيمنة الايرانية وادواتهم وما موجود فيهم لعبت الاحزاب السياسية التي تبغي كثيرا من مصالحها على وطن مهم وعلى ظاهرة هي تعتبر صحية هي التماسك الاجتماعي في المدينة حاولوا مرارا وخططوا الى نسف هذا النسيج الاجتماعي او التأثير عليه وتنزيقه لم يستطيعوا لم يستطيعون حق بذلك وبالتحديد انه لو نرى بعد الاحداث بعد عام بعد حزيران 2017 وبدأ العمليات العسكرية في شهر الحاج عشر وانتهاءها نرى انه كيف بدأت وكيف تواصل المجتمع في مينة الموصل قبل قليلا تكلمت عن منظوم الاجتماعي هذا الذي كنت اقصد به انه هناك منظوم الاجتماعي يجب ان تدعم هذه المنظوم الاجتماعي بماذا تدعم بمشاريع تنموية واقتصادية لكي تستطيع ان تنهض هناك نحن نتكلم دائما في كل لقاءاتنا انه المدينة فيها مفكرين وفيها سياسيين وفيها قادة عسكريين وفيها عقول وفيها من الادب والفكر ولكن لا ننسى فيها رجال اعمال وفيها اقتصاديين وفيها ناس يستطيعون البناء بحكم خبرتهم الواسعة بحكم ما يمتلكون وحرصهم على يعادة بناء المدينة لانت تعلم اخي العزيز ويعلم مجهد الكيم والان ابناء المدينة يسمعوني حقيقة وانا جزء من هذه المدينة وابنها الذي قام بعملية البناء في البناء وعادة اعمار كثير من المؤسسات وكثير من الابنية وكثير من العمارات وكثير من المحلات والدور السكنية وكثير من البنايات المتعلقة بالجينة هم اهل المدينة هم ابناء المدينة كيف باموالهم الخاصة وبدعم من ابناء المدينة استطاعوا ان يعودون الان انزل الى لو نرى الان في زيارة الى اسواق المدينة في باب الصراي في السرشخانة في الزنجيلي في مصر الجديدة في حي الرفاعي لا ترى هناك صور زاهية من قام بهذه لا ينسى فقط الادوات الحكم ولكن الذي قام بها ابناء هذه المدينة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر